اي حد بيلعب في ساعته يا جماعة محدش يلعب له في الساعة ولا في الموبايل عشان بيطلقه يلا فانان اسر ياسين يا جماعة طلع الايام اللي فاتت في تصرحات تلفزيونية وقال ان عشرين عشرين كانت سنة صعبة عليه قوي يا جماعة لدرجة ان مراته سفرت امريكا عشان تولد هناك يعني اسر ياسين بيقول كانت سنة صعبة عليه قوي ورغم ان مراته راحت تولد في امريكا مش عارف اسر ياسين امان لو كانت مراتك راحت تولد في مستشفى ام المصريين فينا ايه انا بقول يا جماعة عشرين واحد وعشرين باينة من اولها ربنا يسطر وتعد على خير بدون ما نشيل المرارة ولا نموت كلنا بكرونا فنان المصر العالمي مينة مسعود يا جماعة جا في مطار الكاهرة اليوم من اليوم بلاش ايه جا في مطار الكاهرة ده يعني ايه ما جا مطار الكاهرة رجع مصر او نزل مصر صح الكلام يلا مش ده الموضوع يا جماعة الموضوع ان مينة مسعود من اول ما نزل ما خدش البريستيش بتاعه من اول حتى الكمامة اللي لابسها الكمامة حتى اللي لابسها ما تعرفش ده مايو قطعتين ولا ده نقاب اللي كان لابسه محمد بديح في ميدان ربعة ولا ما تعرفش ايه مش ده الموضوع برضو يا جماعة الموضوع ان مينة مسعود نازل مصر عشان يعمل فيلم اسمه في عز الظهر طبعا مع نجمه اليود الاول محمد علي رزي ونجمه اليود محمد عزي طب يا جماعة دلوقتي هل الفيلم ده لو اتعمل واتعرض في السينمات المصرية هل هينجح لان اللي بشوفه يا جماعة ان الجمهور المصري في الشارع مايعرفش غير واحد اجنبي بس يا جماعة هو الالماني محمد رمضان غير كده مايعرفش تقول لي مينة مسعود احمد مسعود لا مش هيعرف حد الفنانة رانيا مسعودة والله يا رانيا يوسف بتعكر اقول ما اجبس لازم بعدها احرق في سجاير اول ما رانيا يوسف تطلع لكده في الاخبار لازم احرق سجاير بعدها لازم اقعد احرق في سجاير الواحد اعصابه بالبوز والله ليش يا شاة ده بس السجارة دي على طول السجارة دي السجارة دي لازم الواحد لازم يزبط بسجارة عشان بيتعكر والله بيتعاكمل فانانا رانيا يوسف يا جماعة قلبت السوشال ميديا لفترة اللي فاتت كعادتها بعد ما اتكلمت مع الموزع العراقي نزار الفارس على مؤخرتها الموزع برضو بصراحة انا شايفه ملوش حق يعني ساب كل امكانيات رانيا يوسف وعد يركز في المؤخرة طبعا رانيا يوسف بعد ما نالت مرادها وتصدرت التريندات وشغلت الرأي العام بسبب تصراحات المؤخرة راجعت قالت يا جماعة انا متضايقة قوي من طبتي وتلقائيتي زيادة عن اللزوم لان انا دايما بعفويتي ومش ببقصدش حاجة ومش عارف ايه ولدرجة اني بنت قالتلي يا مامي يا مامي سؤاله ده يعتبر تحرش طب يا رانيا مش عارف انت عايز ايه بالزبط مننا المشكلة يا جماعة ان رانيا يوسف بتبقى قصدى ده وهي بتحاول تبقى لنا ان دي تلقائية لا مش تلقائية يا رانيا دي بتبقى قصدى المهم يا رانيا بما انك تلقائية كده تب خد بالك بال ايام الجاية ايه وحد يشربك حاجة صفرة في كوباية وقولك تعالي وديك البابي ولا مامي وياخدك يقلعك الحلق اوعي تصوتي في الشارع وتقولي الحقوني الحقوني يا بابي حيختفوني يا بابي حيختفوني يا بابي والمشكلة اصلا انا زهم المزيع مش عشان السؤال عشان ساب كل الامكانيات التانية وركز في والله عيب مزيع ما بيفهمش في الستات لام اللي فاتت يا جماعة كل الناس قالوا ان عمر دياب راح يقضي ليلي اترأس السنة في دبي مع زوجته السابعة زينا عشور وبعض التاني قال اللي هو بيقضي مع دينا الشربيني طبعا يا جماعة بقولكو هو لا كان بيقضي مع زينا عشور ولا بيقضي مع دينا الشربيني هو الراجل حب يسترجع ايام السنجلة مرة تانية فسافر وخد معاه رجل الاعمال عمر اسلام اللي كان خاطب نيلي كريم وكان منفصل برضو عن نيلي كريم فالتنين راحوا ايه فكروني في فيلم كل واحد انفصل عن مراته وراح يقضي ليلى كده هو كذلك برضو عمر دياب خد عمر اسلام ومعهم عمر مانسي وراح يقضي ليلى كلها ايه سنجلة كده في دبي بس يا جماعة اللي هنا عايز اقوله لعمر دياب وعمر اسلام يا جماعة الجواز مش بوس واحدان بس بصوت شريف مونير طبعا في صهر اللي قالي الجواز مسئولية بس انا حاس ان عمر دياب زهي من كتر طلبات دينا وانت طالع حد خمسة كيلو طماطم وانت نازل هاتلي اربع كيلو بطاطس وانت راجع وهو نازل تاني خد كيس الزبالة عمورة وهو ساكن في الزبالك خد كيس الزبالة ارميه عمورة طبعا الزبالك ما فيهاش مكان يكوب في الزبالة فدي مشكلة عمر دياب دايما المهمة عمورة لازم تاخد بالك الفترة الجاية ايه يا عمو الواحد ما اكيد هتقول له ايه خد كيس الزبالة وانت نازل عندي خبر يا جماعة مش عارف هيبقى حزين ولا سعيد بالنسبة للشباب المصري ان كيم كاردشيان يا جماعة اخيرا هتنفصل عن زوجها مغن الراب كاني ويست ده طبعا بعد تبادل الشتائم والاتهاضات الفترة اللي فاتت بعد ما كاني ويست جرب يخط تجربة الانتخابات الرئاسية في امريكا طبعا هو فشل طبعا وعلق فشله على كيم كاردشيان ان هي السبب في ان هو ما ياخدش اصوات كتير انا بقول لي كيم كاردشيان يا شاب بقى كيمة كاردشيان اخيرا بقى فيه نظرة للشباب المصري الشباب المصري بيقدر الحاجات اللي دي واكيد هيكون في تقدير كبير لكي في مصري من الشباب المصري لكن كاني ويست لم اقدر اللي انت فيه ولا مقدر امكانياتك ولا مقدر اي حاجة يا كيم لازم نظرة للشباب المصري الشباب المصري حتى ما بينفصل ما بيعملش زي كاني ويست الشباب المصري اما بينفصل كبير وبيجرجرك في محكمة الاسرة والاخر بيرجعك حادي كيانا فيش حاجة حصلت من البداية اشتركوا في القناة